السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا حلقات التأسيس النهاردة هناخد فيرب مهم في اللغة الإنجليزية واستعملاته كتير وبنشوفه كتير فيرب توهاف فيرب توهاف معناه فعل الملكية معناه يمتلك تعالوا نشوف حددتنا بقى عنه حددت فيرب توهاف دوت شخص عنده ولدين اتنين مين ولاده ولاده هاف وهاز هاف وهاز والاتنين واغدين نفس معناه هاف معناها عندي أو أمتلك وهاز معناها عنده أو يمتلك كل ولد من ولاد فيرب توهاف لي صحابه من الدمائر الدمائر الفاعل اللي احنا خلاص حفزنها ايه هما؟ اي والهي والشي والإيت والزي والوي واليو طيب هي الهاف صحابها مين؟ حبيت اقولهم معاكم عشان اشوفكم هتشركوني ازاي الهاف صحابها مين من الدمائر؟ تعالي يا اي اي اول صحابها طب ومين تاني؟ مين؟ انتو شايفين بصوا حاجة انا عايزاكم ياولاد تستنتجوا معايا شوية هي هاف فيها حرف اس؟ لأ هاز فيها حرف اس؟ طب نعرف كده نفتكر فاكرين الصورة معايا لما كنت قلتلكم مين بيحب حرف الاس ومين بيكره حرف الاس؟ فاكرين؟ وقلتلكم هتنفعنا بعد كده الاس كان مين بيحبها؟ الهي والشي والإت طب الهي والشي والإت احنا كن صحابهم مين في فيرب توبي؟ كان صحابهم الاس صح؟ وفيرب توبي في البسط كان صحابهم مين؟ الوز بصوا كده ولاحظوا معايا حاجة هي الاس اخرها ايه؟ اس والوز اخرها ايه؟ اس صح؟ طب والهي اخرها ايه؟ اس يبقى الهي من صحابها؟ ها الهي والشي والإت ليه؟ عشان الهي والشي والإت بيحبوا حرف الاس فعشان كده هيحبوا الهيز تمام؟ طيب ومين بقيت صحاب الهيه؟ ومين بقيت صحاب الهيه؟ وليون؟ وليون؟ ووي وزي وزي ويو وهاز معناها عنده او يمتلك وصحابها هي وشي وإت تمام؟ طيب ينفع ايه تيجي مع هاز؟ لا ينفع وي مع هاز؟ لا ينفع زي مع هاز؟ لا يو مع هاز؟ ونفس الكلام ما ينفعش هي ولا شي ولا إيت مع هاز خلاص دي يولات سوابت حاجات سبتة عندي الحاجات دي لو انتو عرفتوها برضو زي ما بنقول هتنفعنا في التشوز هتنفعنا في الكمبليت هتنفعنا في كتابة البراجراف هنعرف نكتب جمل بسهولة جدا خلاص احنا عرفنا الفاعل والفاعل وقدر اكمل بقية الجملة طيب تعالوا نشوف كده لو احنا عملنا الاكسارسايز بتاعنا وعملنا متش وقلنا ضمائر الفاعل الاي والوي والزي واليو نكتبهم بسرعة كده والهي والشي والإيت يلا بقا هسألكو بسرعة كده الاي هكتب جنبها مين هاف ولا هاز الاي جنبها هاف معناها ايه انا عندي الوي هكتب جنبها ايه ولاد هاف طب الشي ها هاز طب اليو هاف طب الهي هاز القيت هاز ازاي هاف تمام طيب لو انا قلت انا عندي كتاب هاقول ايه اي هاوي هاف اا بوك معناها انا عندي كتاب انا بمتلك كتاب لو قلت احنا عندنا شنط ماشي او عندنا كتب بقا خليها نفس الاسم عندنا كتب بقا قول ايه وي هاف بوكس ايه ده حطت ايه اس هناخده بعد كده في حلقة تانية الاسم المفرد والاسم الجمع ماشي احنا عندنا كتب زي هاف بوكس ايه ده الكلمات ما تغيرتش اللي تغير هاف او هاز هاف او هاز بيتغير على ايه على حسب دمائر الفاعل طيب هو عنده كتاب هي هاز ابوك هي عندها كتاب شي هاز ابوك القطة عندها ديل مثلا ايه هاز اتيل تمام يبقى انا عرفت هنا ايه اي تيجي مع هاف وي مع هاف زي مع هاف يو مع هاف هي مع هاز شي مع هاز ايت مع هاز وكده معناها هاف او هاز معناها يمتلك تمام النهارده فيديو خفيف بس نعرف ان فيرب تو هاف ده معناه فعل الملكية في زمن البرزنت في زمن المدارة تابعوني الحلقة الجاية هناخد فيرب تو هاف في البوست السلام عليكم